اشتركوا في القناة المكياج نزيل نحن نتطرق في هذا المساء أو في هذا الفقر نحن نتكلم على وضع المكياج الموضوع نسائي فإن شاء الله تساعدني المعدة مشكورة من الكنترول على هذا الموضوع التواصله إياه وإياه أو البول وأحاول قدر المستطاع أني أوصل أسئلتكم هذه الفئة وهذا المرأة أوصل موضوعها وأغلب مشاكلها بهذا الموضوع تحديدا أول بعض يعتبر أنها رسم يقول كهو هذا الفن هو فن كالرسم تماما تغريبا وتحتاج إلى تدريب وأساس علمي لكن يقولك في الآونة الأخيرة صارت تنتشر هذه الظاهرة من أشخاص يدعون الخبرة في هذا المجال طيب أنا كمستخدم لهذا الموضوع كيف أعرف أن هذه صاحبة خبرة هذا تدعي هذا وفق علم وفق دراسة هي لازم دراسة أو إنه موهبة فقط إنسانة موهوبة في عملية تلك وضع المكياج مثلا هل أكتفي فيها أن تسمى هذا ميك أب أرتست هذا الموضوع سأتكلم مع الميك أب أرتست ضيفتنا زهراء القاسم مستشعر بخير زهراء نور كيف حالت حقيقك يا رب الله يسلمك سأحاول قدر مستطاع أني أحاول أني وصل الفكرة مردتك إن شاء الله سأساعدك لا تحرق إن شاء الله ميك أب أرتست ما هو هذا الاسم ميك أب أرتست الذي وصلته إلى تعريف معين أساس هذه التسمية ما هي بالضبط هو الأرتست فنان من الاسم أرتست ترجمته فنان ميك أب أرتست الشخص الفنان الذي يضع المكياج فميك أب أرتست تتعلق أصلا بفنون وضع المكياج فنون المكياج هي كثيرة يعني ممكن يأخذني إلى فنون السينما ممكن يأخذني إلى فنون المسرح ممكن يأخذني إلى فنون التلفزيون ميك أب أرتست أطلع كبير السن شخص أعمل من شكله وحش شخص أعمل من شكله طيب لنشوفه بالأفلام هذا ميك أب أرتست هو كيد ميكب أرتيس، لكنه يختلف عن ميكب أرتيس الذي سنتحدث عنه الذي سنتحدث عنه طيب، الذي سنتحدث عنه اتفقتوا على تسمية معينة لهم؟ هل فعلاً أي إنسان تضع مكاجي هي ميكب أرتيس؟ هو طبعاً هذا بداية المشكلة يعني الآن لا يوجد أي تخصصية حق موضوع ميكب أرتيس أي بنت ترى نفسها أنها قادرة أنها تمكيج روحها حلو وعندها شوية مستحضرات تجميل وعندها شوية فرش والسوشيال ميديا طبعاً ما قصر في أنه يفتح لهم المجال ويسهل لهم الطريج وتكون تقريباً يعني أبواب الشهرة لهم مفتوحة على مصراعيهم يقولون مكياجها حلو تحط زين مكياجها حلو وبعدين أنا ليش ما أقلد فلانا؟ بالضبط يعني تجهت هالاتجاه صارت ميكب أرتيس ونجحت ليش ما أقلد فلانا؟ ليش ما نقولها حد وحد وغا هذا اللقب أي إنسان يضع مكياج نعطي هذا اللقب يقول هذا اللقب هذا اللقب هو دراسي للأسف أكو شيء في الكويت فقط في الكويت صنعة فقط في الكويت بالضبط هذه الظاهرة بس في الكويت يمكن أن لا نلاقيها في أي مكان ثاني هو الميكب أرتيس شخصية عندها موهبة الرسم أو موهبة وضع المكياج تسقل بطريقتين إما الدراسة أو بالخبرة لكن اللي قاعد يصير حاليا هو أصلا ما عندها موهبة وإن كان عندها موهبة ما تسقلها بالدراسة ولا تسقلها بالخبرة كبداية انتشار تقول أنا ميكب أرتيس كان المفروض تقول أنا موهبة للميكب وبعدين بعد ما تسقلها إما بالدراسة أو بالخبرة تقدر تقول عن نفسها أنا ميكب أرتيس طيب يعني كانت الانطلاق الأولى لأقلب الفاشنستات أنت تقع تشوفينها أقلب الشهير سوش الميديا كانت انطلاقتهم موضوع المكياج لا هالفاشنستات موضوع آخر خلص نخليهم بعد شوي نخليهم عقب في موضوع المكياج زين اللي تضع هذا المكياج ما شوين أنت يعني وضعه المكياج شيء مميز وشيء يعني يلفت الانتباه لذلك الناس أطلقوا عليها هذا اللقب كنت فنانة في هذا الموضوع أي أنتي فنانة في تحطين تعرفين تحطين ميكب حق نفسك تعرفين ملامح ويهت تعرفين شن المناسب وشن غير المناسب جمي أما شنو إشكالية عندك في هذا الموضوع وين الخلل إنما يصير بين ليلة وضحاها تصيرين ميكب أرتست وين الخبرة في الموضوع وين الدراسة في الموضوع صار عدد مو عدد أعداد مهولة من الميكب أرتست موجودة في السوق الخلل في الناس أستاذة أو في الميكب أرتست الخلل في الأثنين الخلل صراحة في الأثنين في المتلقي في اللي قاعد يشوف ويشوف يروج إيه طبعاً والخلل أكيد في نقول الثقة المتزايدة في البنت أو في الشخص اللي يقول عن نفسه أنه هو ميكب أرتست طيب شنو يعتقدون سوري على المقاطعة يعتقدون أنها مهنة وائد سهلة ومهنة مهنة من لا مهنة وهي فعلاً أصبحت مهنة من لا مهنة لها من زيل شنو الضرر إذا إنسانة تضع هذا المكياج على المرأة بشكل جميل والعميل راضي شنو الضرر إذا كانت هي مصاحب خبرة شنو ممكن تضر هذه البشرة دعنا نتكلم عن الأضرار الآن إذا كانت هي ليس ميكب أرتست لكن تضع ميكب حلو والعميلة راضية هذا نصص مصيبة نصص نبوس نبوس إدنا نبوس إدنا وإنه يظهر لكن ما الذي يحدث يشوفون البنت التي تلجأ مثلاً عروس أو عرس أخوها عرس مناسبة عندهم قريبة منها وقصدها الميكب أرتست التي تسوق نفسها بطريقة مزيفة بطريقة أنا أسميهم الميكب أرتست المزيفات تدعي أنها ميكب أرتست والناس صارت على السمعة يمشون على السمعة وكانت على السمعة على الشو على السوشيال ميديا مثل ما قلت تقرب لهم المسافة وايد فتروح لها تضع ميكب تطلع البنت تخرع تبتي لأن لأن ليس أنا أنت ليس أنا أنا طلعت شخصية ثانية وطبعا يخترب المود يخترب جو المناسبة وتغسل ويهها وأدفع ما أدفع سمعة على شنو ما قلت لك أنها موضوع ما موضوع انتشار أو سمعة وهو شو يعني ممكن تضع شيء خفيف يكون جميل هي تسوي شو بالسوشيال ميديا السوشيال ميديا أعطاهم حجم أكبر ومستحق طبعا وسهل لهم الطريقة لأننا المتخصصة والتي بلشنا من 15 سنة تعبنا وعند نفسنا وعند نفسنا وين ترقيت الدراسات درستي بالميكب طبعا أنا درست عند متخصص ومحترف في لبنان لمدة 10 أيام وأنا أصلا كانت عندي الموهبة وبداياتي كانت على طول بفتح مكان متخصص للتجميل يعني لم أشتغلت في بيتي لم أحطيت كرسي وقلت حقي الناس تعالوا أنا عندي شوية ميكب وشوية فراشي وعندي سوشيال ميديا وإحنا اشتغلنا من غير السوشيال ميديا اشتغلنا تعبنا على نفسنا صرفنا آلافة دنانير علشان نثبت نفسنا أننا ميكب أرتست نستحق هذا الانتشار ونستحق هذه الشهرة طيب ما في يعني جهة معينة معنية في تنظيم هذا الأمر ما طالبته جهة معينة تنظم هذه العملية جماعة ما يصير كل من هب ودب يدعي هذه المهنة والمتضرر هذا الشخص ممكن يلجأ إلى الصحة يلجأ إلى الشؤون يلجأ إلى المخافر وغيرها في هذه القضايا قد يتضرر هذا الشخص في ناس تضررت ضرر جسدي من هذا الأمر ضرر جسدي ممكن اتلاف البشرة لأن المواد المستحضرات يستخدمونها رخيصة لا يعرفون شون يغسلون الفرش السفنجات كل شيء وغير أن أحيانا البلدية لما ندش على بعض الأماكن تلاقي أن المواد ممتاز صلاحيتها وهل البلدية فيها موظفين معنيين يفهمون هذا الأمر يعني 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 يجعون يشوفون نظافة المكان نظافة المستحضرات نهايتها فنهاية صلاحيتها طبعا لكن على سؤالك أنه في مكان يفهم معني في هذا الأمر ينظم هذا الموضوع طبعا قبل ست سنين طرحت هذا الموضوع أن تكون عندنا جمعية لفنون المكياج وسعيت لها قدر الاستطاعة لكن للأسف بقت بالفشل لماذا؟ الشؤون أو أنت وكمجموعة ما اتفقتوا؟ ما أعطوه ثقلة يعني أنه ما أعطوه ثقلة وما استمر الفكرة هذه باقية يعني ما استمر معك أو خلاص انتهت؟ الحين ما أعتقد إذا كانت قبل خمس ست سنوات ما كان لها القوة فالحين أتوقع أنه لا يعني خصوصا معها الانتشار الموجود طيب الانتشار مفيد غير مفيد من هم مشاهير السوشال ميديا في هذه القضية وهو الميكاب آرتست وغيره شنو فادوا المجتمع فيه شنو ضروا المجتمع فيه أو مو المجتمع شنو فادوا المهتمين هذه الفئة المهتمة بهذا المكياج وغيره وشنو ضرواهم فيه هل فعلا هم الدعوة أنهم أصحاب هذا الميكاب أصحاب هذا الفكر ولا هم فعلا متميزين في هذا المجال كأنت خبيرة ومتابعة في هذا الموضوع وميكاب آرتست بعد الفاصل راح نتكلم في هذا الملف ان شاء الله فاصل مشاهدين ولنعود مع السوشال ميديا ومشاهيرها أبقوا معنا أستاذة زهراء خلنتكلم معاتش على بعض الأخطاء اللي يقع فيها من يدعون أنهم مختصين في مجال الميكاب آرتست كيف اكتشف كيف المرأة تكتشف بأن هذه لا يبقى هذه ترى مدعية ما هي ميكاب آرتست شنو تعرف شنو الأسئلة لازم تطرحها شنو المعدات اللازم تشوفها البداية أساسا الميكاب آرتست يعني واحدة تتسوي ميكياج مثلا المناسبة في بداية وفي نهاية كيف توصل إلى هذه الرسالة طبعا الأخطاء اللي قاعدين يقدمونها المدعيات أو المزيفات من الميكاب آرتست أخطاء لا تعد ولا تحصي منها يمكن عشر حلقات مثلا على سبيل المثال رسم ميكياج العين الجاحظة نحن تعلمنا أن العين الجاحظة لازم ما ترسم بخطوط صريحة لازم كثير ما نقدر نموه العين الجاحظة ونغلفها بالألوان الداكنة علشان نمتص بروز العين بروز العين اللي طبعا اللي يحصل اللي قاعد يصير أنه تقدم على سوشيال ميديا ميكاب تيتوريال وهي أصلا عيون الجاحظة هذا شيء يطلع بعد تيتوريال الميكاب تيتوريال ما معرفها اللي بيعرف يعني اللي يسلمك تعليم الميكياج غير عن ميكاب آرتست يعني وهي قاعد تتمكيج تعلمك طرق خطوات الميكاب فتعلم طبعا المتابعات في السوشيال ميديا وهي عينها جاحظة تعلمها تعلمهم أن الخط الآيلينر يكون صريح تكحيل العين باللون الأبيض وفوق هذا كله لازم تلبسين عدسات فاتحة وعليك أنت تخيل طبعا شون بتكون النتيجة يعني هذا أنا حما أدرج الموضوع بس صح الكلام هذا أكيد خطأ وفعلا قاعد يقولون يعني أنا في البداية قلت لك أن العين الجاحظة لها طريقة معينة لازم تكون الألوان غامجة لازم تكحل بالأسود يعني ليش تقول شذيه تقول شذيه لأنه ببساطة من غير علم وببساطة ما تفهم في تقنية خطوات الميكياج الصحيحة ويصدقونها ويصدقونها لم يشون مثلها لأنه يثقون فيها لأنه عندها قاعدة جماهرية وعندها سوشيال ميديا تليفون ما ندفع فيه شيء اللهم هنت هذا خمساني مشاعر وتقول اللي بتقوله وتعلم اللي بتعلم وعاد الأخطاء مثلا عندك خطأ غمازة الحنش غمازة الحنش طبعا متعارف عليه أن هذه صفة جمالية تخص الرجال فقط عندنا بالميكيب في نون الميكيب عندنا تقنية الظل وضوء اللي نسميه كونتورينج فتعلم المتابعات أو المتلقيات شلون تخلق غمازة الرجال للوجوه النسائي للوجوه الناعمة الأنثوية يعني ما المفروض تصلح لبنات فهذه من الأخطاء عندك أخطاء الرموش تلاقي إيه اللي قاعدة تساوي ميكيب توتوريا العيون هالكبر صغيرة فتحط تركب رموش كثيفة وطويلة من زاوية العين الأمامية إلى حافة الحاجب هذا عيب طبعا يعني الرمش ويطويل على العين ما تقدر تحط يعني خصوصا تركيب الرموش لها تقنية معينة كثافة الرمش طول الرمش يعني هذا يشوه المنظر الخارجي وهو تشويه للمنظر طبعا الرجال هم يقدرون هم يردون على هالإجابة على هالسؤال أنت ما تشوف عندما تروح المجمعات التسوق أو ما تشوف كم في ناس تهول بأمر رأي التشويه وكم التخرعات اللي تشوفها هذا كل من وين قاعد يتعلمونا كل قاعد يتعلمونا من ميكيب أرتست المزيفات قاعدين يعلمون تقنية غلط زي أمة التي تتحدين عنهم ذيلا اللي بالسوشيال ميديا أنت أدل اللي بالسوشيال ميديا اللي يدعون أنهم أصحاب صراحة الأثنين اللي في السوشيال ميديا طبعا وطبعا وفي الميكيب أرتست اللي تبدعني أنا ميكيب أرتست وأنا أعرف أمكيج وعندي صالوني هل صحيح أغلب الفاشنستات اليوم المشاهير ساشميد انطلقوا من هذا الموضوع أغلبهم طبعا انطلقوا من لماذا تختاروا الميكيب يعني انطلاقة لأنه أسهل شي و يقولون ما يعرفون في مثل يقول ما تعرف طقاقك كون شي لأن الموضوع ويت سهل ما عجبت حطيت لي ميكيب نشهرت بالسوشيال ميديا وحطيت لي ميكيب ما عجبت روح أغسلي بكل بساطة يعني أنت قاعد تضحك بس هذا الموضوع بكل بساطة الحين قاعد يصل ما عجبت الميكيب هذا اللي أنا أعرفه تصور أن تيني مثلا زبونة طالعا من صالون من هالمدعيات المزيفات من الميكيب آرتست تيني الحين لازم تحطي لي ميكيب علشان بعد ساعة لازم أطلع أستقبل ضيوفي فكم الحزن والضيج اللي هي تحسه بسبب هالمزيفة اللي تدعي طبعا طيب خل المزيفاتنا الآن نتكلم على مشاهير السوشال ميديا اللي انطلقوا من خلال الميكيب آرتست من خلال متابعتك وأنتي متخصصة هل فعلا اللي يقدمون هؤلاء المشاهير السوشال ميديا صحيح اللي قاعد يقدمون بعض المواد اللي قاعد يقدمون اللي قاعد يقدمون ها للنساء هل هذه صحيحة فعلا فعلا هم كل فترة فترة يعلمون سوية وهذا الشكل وهذا الصور هل فعلا المعلومات اللي قاعد يقدمون هي معلومات صحيحة طبعا أنا ضد وضد كبيرة ضد الفاشينستات ليش لأن دور الفاشينستة المحترفة انها توجه المتلقيات شنو الموضة الحالية الحين مثلا الحين في سنة 2018 الموضة الحمراء الحمراء وروج الأحمراء من الاسم هي فاشين الفاشينستة بالضبط شنو اللي موجود حاليا هي تروج تروج حق موضة معينة يعني هي موديلز أو هي معرض أو هي مينيكا هذا المفروض هذا المفروض هذا المفروض أداة لترويج سرعة تسويقية حق الإعلان تستخدم بالضبط هاي فاشينستة يعني أن هي تعرض وتوجه الناس اللي ما عندها وقت أنها تبحث لها الأمور هذه فهي مو من شأنها أبدا وأقول وحط عشر خطوط مو من شأنها أنها تعلم المتلقيات شلون تحط الروج الأحمر أو شلون ترسم شفايفها بالروج الأحمر اللي قاعد يساونا شنوه ما اللي قاعد يساونا إنه قاعدين يعلمون قاعدين يعلمون غلط الروج الأحمر لا تقنية معينة لا ألوان مين يمنعهم زهر محد يقدر يمنعهم لكن نحن نقدر نمنعهم بطريقة ما أنا أتكلم فلانا تتكلم بتوعية الناس نرشدهم أنه في خطأ في الموضوع قاعدين يعلمونكم غلط رسالتك قبل الختام للفاشنستات شنو بالضبط شنو تقولين هل قاعدين يبالغون في الأمر اليوم وأيضا نتعرف على بعض الرسومات التي تستخدم على الوجه في رسومات دائمة وغيرة يتكلمون عنها رسم الحاجب تقصد طبعا رسم الحاجب وهذه قصة ثانية أنه طبعا الفاشنستة تروج أو تسوق حق شخصية المفروض تكون مختصة في رسم الحاجب المكياج الدائمة نسميه أو البرمانت ميكوب فهذا هنا تروح اللي طبعا متأثرة في كلام الفاشنستة تروح وترسم حواجبها وتبلش هنا الصرخة أنها شوهت ويهها وعليها وعندها خيارين يا أن تتقبل هذا التشويه لمدة سنة سنة ونص سنتين لين يروح أو أنها عاد تبدأ في مشوار الإزالة والتصحيح أحيانا في ناس اخضعوا إلى عملية جراحية أن نشال الجلد ونحط لهم جلد ثاني فهذه التشويهات من ضمن الأخطاء التي تتحملها الفاشنستات مقابل ما ممكن نرفع عليها قضية هذه الفاشنستة أن أنت أضريتي ناس بنشر لشيء غير علمي نتمنى يعني هذا الشيء الغير علمي ساهمت في نشرة بشكل خطأ يعني شنو الخطأ اللي ساهمت هي في نشرة المشهورة هذه بالسوشال ميدا التي تنوهت الناس هي ضللت المتابعات وين التضليل بشنو التضليل حددي لي حالة تضليل في كذا أنا أقول لك أهم شي سوون وبشكل عام بس في نقطة لازم أذكرها عقوها سالفة أن تروح طبعا يصير قصة تمثيلية أن هي خاضعة لرسم الحاجب وطبعا يبين تقول كلمات التسويق خيال أو عادي عندكم أو شيء ما صار وطبعا فعلا تروح المتلقية المسكينة حق المكان وترسم حواجبها ويظهر لا شيء ما صار ولا يظهر خيال ولا يظهر نار يظهر شيء تشوي وشيء مرعب منه طبعا مشكلة منه مشكلة الناس التي أعلنت من غير مصداقية ومن غير ضمير النقطة التي تقولينها ختاما النقطة بيقولها أنا ضد مثل ما قلت ضد الفاشينيستات الغير محترفات لأنهم أثروا على مجتمعنا بطريقة مبالغ فيها من الأمور التي أثروا فيها بشكل مباشر ضللوا القيم الأخلاقية للمتلقيات كيف ببساطة صاروا بناتنا وخواتنا وأهلنا ما قاموا يقتنعون ما عندهم صفة القناعة صفة القناعة بالإنسان يجبون يمتلكون كل شيء تمتلك الفاشينيستات وهذا ضيع المجتمع ضيع المشكلة وبعدين يصير عادي الصراع ما بين القدرة وما بين الحاجة وما بين الطلب هذا موضوع موضوع ثاني متعة التسوق ما قمنا نحس فيها أو بالأحرم وآنا طبعا المجتمع ما قاموا نحسون بمتعة التسوق لأنه يوجهونهم للأماكن اللي ماخذين طبعا منها قيمة مادية طيب وطبعا ختابا كم واحدة من المشاهير اللي فعلا أنت تقولين هذه تفهم هذه تطلقين عليها ميكاب أرتست عددهم قليل ولا كثر يكاد يعني خمس أشخاص خمس أشخاص من مشاهير السوشال ميديا اللي تتقولين من مشاهير السوشال ميديا ما في مشاهير من سوشال ميديا ميكاب أرتست مختصة ولا وحدة من مشاهير السوشال ميديا ولا وحدة منهم مختصة بالميكاب أرتست هم مجرد فقاعات هواء في الميكاب أرتست مزيفات طبعا مزيفات مزيفات جدا شكرا لك أفوان كل شكرة ضيفتنا الكريمة الميكاب أرتست زهراء القاسم مستمرين معكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر